في مثل بيقول لك عرفت فلان قال آه عشرته قاله لأ قاله يبقى ما عرفتوش لما هتسمعوا القصة الحقيقية للأخوين جمال وميمو رمسيس هتكتشفوا حاجات كتير قوي وهتعرفوا سبب اختفاءهم ولغز وحل القصة كاملة هنعرف القصة وما فيها من السيدة سوزان الشامي بنت أخت الفنان جمال رمسيس والفنان ميمي رمسيس السبب الحقيقي والقصة الحقيقية عن اختفاءهم في فترة الستينات طبعا هم اختفوا تماما عن مصر هي كشفت عن الديانة الخاصة بيهم خصوصا ان في شائعات كتير قوي ترددت عن ان الديانة الخاصة بيهم ان هم يهوديان الديانة وايضا بعض الناس كانوا بيقول عليهم ان هم مسيحيان الديانة لكن هي وضحت وقالت هم كانوا مسلمين وماتوا على الاسلام فجمال رمسيس واخوه ميمي او ميمو كان يطلق عليه اسم ميمي او ميمو هو اصلا اسمه محمد وابوهم اسمه محمود ومن الشائعات ايضا اللي ترددت خلال الفترة دي ان شخصية رقفة الهجان هو نفسه جمال رمسيس وده كان بسبب تسريحة الشعر اللي ظهر بيها في فيلم اشاعة حب رمسيس طبعا ظهر في دور لوسي دور عمل ضجة كبيرة على الرغم انه مش هو البطولة ولكن الدور مين ما يتذكروش طبعا في نفس الفيلم ده نفس تسريحة شعر محمود عبدالعزيز في مسلسل رقفة الهجان وده قبل ما يتم الكشف عن الصورة الحقيقية لرقفة الهجان وكشف الكذبة الخادعة وقالت ايضا السيدة سوزان الشامي ان ابوهم اسمه محمود عفيفي وهو من المنوفية وكان بيشتغل في مجال طبعا العزف وكمان الفرق الاستعراضية وامهم كانت من البدو وكانت بتشارك ابوها في الموالد وبعد كده شافها محمود عفيفي وتجاوزوا وعملوا مع بعض واشتغلوا في سيرك الحل بعد كده قرر الصفر للقاهرة وخصوصا في شبرة وعملوا هناك سيرك وسموه سيرك رمسيس بعدها لما ستهم لمع وبقى الناس عارفاهم قالوا لا الشهرة دي محدودة ولازم نسافر برا مصر وقرروا الصفر للخارج وخصوصا لاوروبا علشان يجدوا هناك النجاح الباهر اشتغلوا كتير جدا في الفترة دي وسموا الفرقة فرقة رمسيس ونجحت بسبب اسمها وبسبب كمان العروض اللي كانوا بيقدموها واللبس الخاص بيهم شهرتهم توسعت جدا جدا لدرجة ان المقالات كلها كانت بتكتب عنهم رتيبة هي العنصر الاساسي في الفرقة وهي الاخت الكبرى ليهم والابنة الكبرى لمحمود عفيفي الجماهير كانت بتحضر بس عشانها مش عشانها هي بس بس هي صدها كان لامع قوي خصوصا انها كانت عندها القدرة على الحركات صعبة جدا في مطلح الخمسينات تزوجت رتيبة من تاجر مصري اسمه محمد الشامي انجابت منه بنته طبعا في البداية جابت بنته واحدة وبعد كده اسمتها سناء برغم انها خلفت بنتها فضلت معاهم في الفرقة بتقدم العروض في اوروبا وامريكا سنة 1957 بعد كده السنائي جمال وميمي خادوا تجربة سينمائية وعملوا مع بعض فيلم فرنسي اسمه ليس هناك صطو على ريكاردو في الفترة دي اختهم انجابت بنتها التانية مها ولكن زوجها محمد الشامي قال كفاية كده مش هتمثلي معاهم تاني او تقدموا عروض معاهم تاني وقال لها خلاص هنرجع مصر مرة تانية في 1958 جمال وميمي طبعا كانوا مرتبطين جدا باختهم رتيبة وعلشان كده حبوا وقالوا هنروح نسافر مصر مع اختنا بناء طبعا على رغبة زوجها اللي اصر انه يتسافرها معا استرقوا الفرقة وسابوا فرقة رامسيس وبعد كده راحوا علشان يشتغلوا في مصر ورجعوا فعلا مصر بعد كده عملوا 3 افلام خلال عامين الافلام فعلا سمعت جدا الرغم ان هما ما كانوش ادوار بطولة فيلم اشاعة حب وملاك وشيطان وفيلم اسماعيل ياسين في البوليس السري طموحاتهم كانت اكبر من هذه الادوار خصوصا ان نجاح فرقتهم هناك كان مخليهم لا مش ده النجاح اللي احنا عايزينه احنا عندنا طموح اكبر من كده عشان كده فجأة قرروا السفر لبلجيكا علشان يشتغلوا هناك ويعملوا عروض تانية في الخارج ما كانوش عارفين ان هما قد ايه سابوا بصمة وعملوا صيد كبير في الافلام دي هما مشوا قبل ما يعرفوا الكلام ده وهم في اوروبا تعرفوا على مخرج بلجيكي اتفقوا معاه ان هو هيخرج لهم الفيلم بس هما اللي يقوموا بانتاجه وهم كان معهم فلوس كتير من العروض اللي كانوا بيقدموها لكن هما راحوا فعلا بعد كده لما رجعوا مصر قالوا هنسافر للمخرج ده بالتحديد وده كان انهم يغادروا مصر سنة 1960 بالتحديد علشان يشتغلوا هناك لكن القدر كان بيخبق ليهم حاجة تانية مش متوقعينها ابدا بعد ما اتفقوا ودفعوا مبالغ كبيرة جدا يمكن اكتر من نص الصروة بتاعتهم الفيلم البلجيكي فشل فشل زريع للغاية ولم يحقق ادنى ولا اي نجاح تماما حتى انهم رفعوه من دور العرض وبعد كده الناس نسيته حتى الفيلم نفسه ما بقاش موجود لحد الان يعني مش معروف هو فين خسارة الفيلم ده عملت ليهم صدمة كبيرة قوي قرروا انهم خلاص مايرجعوش مصر لحد ما يستطيعوا انهم يعوضوا الخسارة بتاعتهم خلال الفترة دي ارتبطت طبع ارتبط ميمي بفتاة دنماركية انجب منها ولد وبنت لكن كمان اخوه تزوج جمال تزوج من فتاة هولندية ولم ينجب منها اطفال وعشان نكونوا عائلات وبقت الموضوع صعب انهم يرجعوا مصر مرة تانية قالوا هنعمل مشروع مع بعض التلات اخوات يعملوا مع بعض فوزي وكمان جمال وكمان ميمو قالوا هنعمل ملها وهنسميه باسم شهر زاد كانوا بيقدموا فيه عروض وحفلات واستعراضات وحفلات غنائية كتير كان مخصص للناس الغنية للناس اللي هي هاي كلاس خالص وبالفعل حقق شهرة كبيرة جدا وكانوا هم عارفين نجوم كتير من وقت شغلهم في السرق كانوا بيجيبوا النجوم دي تشتغل في الملها لكن لسوق حظهم للمرة التانية خلاص بدأ الصيت والاسم بتاع الملها بتاعهم يقل جدا والاقبال عليه بقى قليل وده لان في الفترة دي انتشر الديسكو وكانت صيحة جديدة للشباب والناس مهووسة بيها خلال فترة الستينات كانوا بيجوا زوروا مصر من حين لحين علشان طبعا والدتهم كانت موجودة معهم في امريكا وكانوا بيروحوا يشوفوا اختهم رتيبة سنة 1971 رتيبة اختهم هي وزوجها وبناتها قرروا انهم يروحوا ويزوروا امها واخوتها لكن لما رجعت رتيبة الاوروبا فقرت بقى بمجدها وفنها وقدي ايه كان ليها صيت كبير وشهرة كبيرة وقعدت في مصر ولا حد عرفها ولا حد فكرها لكن بتأثير كبير من والدتها والدتها طلبت منها انها تسيطر على جوزها ويفضلوا موجودين معهم في اسبانيا لكن محمد الشامي رفض ده تماما وقال وقرر العودة لمصر وقال انا مليش شغل هنا انا تجارتي وشغل هناك وخير رتيبة ما بين تفضلي في اسبانيا ولا ترجعي معين قالت له لأ انا هفضل في اسبانيا وقررت الانفصال عنه واختارت فعلا الانفصال ورجع محمد الشامي لمصر الوحده وفضلت رتيبة وبناتها مع امها واخوتها واجتمعت الاسرة مرة اخرى ودخل ميمي جمال مايرجعوش مصر الا من الحين لحين يمكن كل كام سنة لما بيرجعوا مرة كانوا بيرجعوا كل عدة سنوات للزيارة اهلهم في المنوفية يعودوا اسبوع او اقل ويرجعوا يسافروا اوروبا مرة تانية انفصل ميمي عن زوجته الدنماركية وارتبط بوحدة هولندية وانجب منها كمان ولد وبنت يبقى عنده ولدين وبنتين في الفترة دي طبعا ميمي فكر ان هو يعمل بعض التعديلات على الملهة الليلي وسموه كليوبادرة لكن برضو الاقبال عليه بقى محدود جدا وفيه تناقص كبير اوي وبعد كده قرروا اغلاقه بعد خسارة معظم اموالهم ميمي كان رياضي جدا لكن كان عنده وكان مصاب بحساسية الصدر واللي زادت جدا مع الوقت وبدأ يجيله نوابات كبيرة اوي في مرة من المرات جات لنوبة بعدها توفى سنة 1979 عن عمر 40 سنة واثناء قمته في اسبانيا وهو طبعا في اوائل الاربعينات من عمره تزوج وترك من الفتاة الهولندية وراح عاش معاها هناك وترك اسبانيا وبدأ يشتغل في الفن التشكيلي لحد ممات في احد مستشفيات امستردام سنة 2002 للوقت ده كان كتب السطر الاخير في قصة اشهر سنائي غامض طبعا جمال اميمو رمسيس ربنا يا رب يرحمهم ويغفر ليهم يدعو لهم كتير بالرحمة وتذكروهم فعلا الناس تقول لك هما ضيعوا نفسهم لما سفروا ولكن هي قصة كفاح من الدرجة الاولى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واتبعونا هتسمعوا منا اخبار جديدة وكتيرة جدا سلام عليكم